موسيقى صلاة إلى الله أنك تتبارك من خلال فقرات هذه الحلقة حديثنا اليوم طبعا حديث كتير كتير مهم الكل بيعرف الأحداث الأخيرة اللي صارت في مصر وطبعا الحادث المأساوي على الطريق الصحراوي بقرب دير الأنبى سامويل العنف القتل وطبعا يعني السؤال ليه لأنه بكل بساطة هذول الجماعة مسيحيين كيف ردت الفعل كالمعتاد رد فعل المسيحيين هو رد فعل المسيح البركة والغفران والمسامحة وطبعا في كتير ناس في حالة غضب إلى متى أو حتى متى إخوتي وأخواتي في هذه الحلقة هو طبعا مش شيء جديد رح نحكي عن الكنيسة المضطهضة يعني الكنيسة المضطهضة عصر عبر كل العصور وفي نفس الوقت رح نتكلم عن شو هي ردة فعل الكنيسة إذا الاضطهادات والقتل والعنف اللي بواجهه أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون سبب بركة لحياتي في البداية بحب طبعا أقدم تعزياتي لكل المصريين أولا وخصيصا للكنيسة القبطية وبحب أقدم التعازي للأسر اللي فقدت أحبائها ما في كلام طبعا اللي الشخص يعبر عنه ما فيش كلام بيكفي بالحقيقة أنه ما في أي إنسان بيقدر يعزيكو الوحيد اللي ممكن يعزيكو هو الرب الروح القدس يعزيكو ويشجعكو ويصبركو وهذه الشهادة الحية من خلال ردة فعلكو بدل على ثباتكو في الإيمان وعلى محبتكو لشخص الرب يسوع المسيح وعلى الرجاء المبارك والأمل المبارك أنتو عارفين مدركين أن هذه الأرواح موجودة في السماء مع الرب يسوع المسيح لكن على الأرض في عنا رسالة حتى نكملها فربني يعزيكو وربني يباركو وربني يشجعكو حبائي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي المشاهدين مرة تاني برحب فيكو باسم الحبيب ربنا يسوع المسيح ويبصل من كل قلبك تتبارك من خلال هذه الحلقة ليكن نور وحديثنا عن الكنيسة المضطهدة وطبعا رد فعل الكنيسة إذا هذا الاضطهاد المرير معنا طبعا ضيفة هذه الحلقة الأخت رشا نور أهلا وسهلا أختي رشا أهلا بك يا فنزار وأهلا بكل المشاهدين ويعني أحب أن أنا أنتهز الفرصة دي أن أنا أعادي أهالي الشهداء اللي فقدوا ناس من أحبائهم في حادثة دير الأنبا سمويل أنا بصلي لكل قلبه مجروح ومكسور ومسحوق وتعبان أن ربنا يرسل سلامه الذي في كل عقل يحفظ القلوب والأفكار في المسيح وبصلي أن العينين تتفتح على الرجاء اللي لينا في السماء في مجيء المسيح الثاني زي ما كانوا بيكلمهم مع بعض وبيحيوا بعض في الكنيسة الأولى بمرهون آثى أنا نفسي أن إحنا نصلي كلنا أن يكون الرجاء ده هو واضح في حياة الكنيسة وفي الناس اللي موجودة واللي بتعاني واللي تحت الاضطهاد واللي تحت قصوة الإرهاب ده هي تكون بتتعزى بهذه التعزى زي أن المسيح جاي قريب مرهون آثى تعرفي أخت رشا كنت من فترة بتكلم مع أخت إيرانية من خلفية إسلامية وسألتها كيف اختبرت المسيح كان عندها شغف أن تقرأ في الكتاب المقدس لكن اللي جذبها ليسوع المسيح الأماني والاستقامة والمصداقية أنه الرب يسوع تكلم أنه مش طريق مفروش في الورود تكلم عن إنكار الذات حمل الصليب وتكلم عن الإضطهاد بما فعلوا بيسوع المسيح هكذا رح يفعلوا بأتباع يسوع المسيح ولما شافت هاي المصداقية وطبعا هي مش يعني جاهلة عم بتشوف اللي عم بصير حواليها فقالت إذا الكتاب يتكلم بهذا الوضوح معناته الشخص هذا الصادق ويحق أنه أتبع شخص صادق وأمين شوفي الرب يسوع تكلم عن الموضوع وتنبأ عن اضطهادات وتسيمز على ما يبدو أنه في كل عصر رح يكون أشرس وأشد ووالأخري فموضوع الاضطهاد في الإنجيل المقدس ما هو موضوع غريب على أتباعه فالاضطهاد ابتدى منذ العصور القديمة منذ بداية الكنيسة منذ بداية طبعا إرسالية التلميذ إلى منتهين إلى الحادثة البشعة الأخيرة اللي حدثت على يد الإرهابيين من قتل دم الأبرياء جماعة رحين يصلوا وبكل أمانة ويعبدوا الرب جماعة يعني ما الهنش لا بالسياسة ولا بالعنف ولا بأي شي بحب الرب بحبوا كنستهم وبحبوا يقوموا في الأعمال اللي بيطالب فيها الكتاب المقدس وبعدين يد العابث وصلتهم وقتلت وسفكت دم أبرياء لأنه مسيحية مش لأنه أي شيء تاني شو تعليقك؟ هو تعليق في الموضوع ده طبعا حدث الأنبا سمويل اللي حصل اليوم الجمعة اللي فاتت ده حدث متكرر حصل من حوالي سنة هو هو نفس المنطقة وبنفس الأسلوب وبنفس الطريقة ما كنتش متأكد جغرافيا وفي الغالب من نفس الجماعة كمان فطبعا الوضع زي ده أنا بحس أنه هو يعني دي إبادة إبادة بناء على الدين والحرق والهوية للمسيحيين مهدفة يعني ده أسلوب واضح جدا أن الكنيسة مستهدفة طبعا أنا يعني عما لا لاحظت أن مثلا أما بيجي في أي مواضيع إرهابية أو حوادث إرهابية بتحصل في مصر مثلا ضد الوطن ضد السياحة ضد الحكومة بالضبط كانت الحكومة بتتحركوا بسرعة قوي وبتتحرك بشكل مش طبيعي والأمور بتتحسم لكن دخلنا في موضوع اللقباط ابتدت الأمور تبقى مرتخية فده في علامة استفحام كبيرة جدا طبعا أنا هسيب الموضوع لحول الإنسان لناس اللي هم الحقوقيين يتكلموا فيه أنا هتكلم في الموضوع بوجهة نظر مسيحية أنا كل اللي أنا بعمله إن أنا بحاول إن أنا أسرد أو أشوف على يعني على مر العصور والأزمنة اللي حصل في الكنيسة وإزاي الكنيسة كانت بتتعامل مع الإرهاب وكانوا الإرهابيين بيعملوا إيه في المسيحيين ومسيحيين كان ردود أفعال ومعاملة إزاي اللقباط اتهدوا في مصر في العصر القديم من وقت ديقليديانوس مرورا إلى تتكلم عن أيام الرومان القدمة مرورا إلى العصر الحديث يعني مش دي أول مرة يضطهد فيها حتى قبل ديقليديانوس كان في أيام نيرون كمان لا أنا بتكلم على مصر يعني في الحكم الروماني في وقت مصر نيرون يعني بالزبط نيرون يعني يعني بهدل المسيحيين بشكل غير عادي وقدمهم للحيوانات المفترسة وكان بيقتلهم وكان بيحط عليهم قار ويولع فيهم ويحطهم على سلبان وكان يعني حتى أنه هو من قمة اضطهاد وطلع عليهم إشاء أن هم حرقوا روما وهما لم يحرقوا طبعا روما عشان كده الناس كانوا بيتهدوهم بزيادة لكن أنا بتكلم على وضع الأقباط حتى جوة مصر بما أن احنا بنتكلم على دير الأنبا سامويل هتلاقي من عندك من العصر الحديث من أول العصر الحديث من أول 6 نوفمبر سنة 72 اللي هي حديثة الخنكة لغاية العصر لغاية هذه اللحظة وإحنا في نوفمبر برضو يعني بقالهم حوالي 46 سنة 46 سنة بيتهدوا في مصر 46 سنة بيستهدفوا استهداف واضح يعني احنا بنتكلم على الميديا أوضح بتصور يعني منشوف الحاجات على الميديا في هاي الأيام أسرع بس أكيد في اضطهاد كان قبل 46 سنة طبعا كان فيه بس احنا بنتكلم على العصر الحديث أنا بنتكلم على العصر الحديث العصر الحديث ابتدى من حدث الخنكة إلى هذه اللحظة وابتدينا يعني على مستوى العالم الاتهات ضد المسيحيين وضد الكنيسة وعشان كده يتعمل فيه يوم اسمه اليوم العالمي للصلاة من أجل الكنيسة المتحدة يعني ده موجود يوم 4 نوفمبر لسه كان شهر ده من كم يوم فاته كان اليوم العالمي للصلاة من أجل الكنيسة المتحدة طب ليه تعمل يوم العالمي للصلاة من أجل الكنيسة المتحدة لأن الكنيسة بتضطهد الكنيسة مستهدفة على مر العصور والأزمنة ولكن الله أمين لأنه يحول اللعنة إلى بركة يعني كل ما بيضطهد كل ما الإنجيل والبشارة بتمتد وتنتشر ونشكر ربنا أن احنا مش مجرد ناس عندها أمال أن هي تعيش في الجنة وكلام اللي هو بيقولون المسلمين لكن احنا عندنا يقين في الأبدية احنا عندنا علاقة بالرب تضمن لنا اليقين في الأبدية هنغمض عيننا هنا ونفتحها معاه في أبدية معاه للأبد الشيء المزهل والعجيب وهو داما ردة الفعل الكتاب يتكلم عن الاضطهاد الرب يسوع وعد بالاضطهاد الرسول بولس تكلم عنه التلميذ كلهن تعذبوا تقلموا وقتلوا من أجل المسيح الكنيسة الأولى ألاف لأول 200 سنة ملايين اللي قتلوا يعني المسيحيين تشرت من خلال السلام والمسامحة على نقيد يعني مش مش العنف أو السيف أو التهديد أو الوعيد لكن يعني الشيء العجيب اللي هي أوكي صار الاضطهاد وصار القتل ولما بتشوف المقابلات التلفزيونية مع العائلات اللي انتكبت طبعا بتشوف رد فعل عجيب اللي هو التسامح تجاه هؤلاء القتلة مش عايزة أقول تتعجب شو رأيك يعني في هالموضوع هذا إنه ردت الفعل المسيحيين رد فعل المسيحيين للمواضيع للتسامح في إنه هما تسلب منهم حقهم في إنه هما مثلا تبقى زوجة طبعية وعندها زوج عايش معها أو ابن شايف أبوه أمه أو جد الراجل الراجل كان مثلا عنده ثلاث أولاد وتلاث أحفاد ماتوا في الحدثة كان في واحد عمره سنة ونص طفلة صغيرة بنت صغيرة دي برضو راحت في الحدثة فالناس دي يعني إزاي بيبقى قدرين إنه هما يغفروا إزاي دي بقى ده تحدي أنا بحطه قدام كل واحد مسلم أنت لو تعمل فيك كده هتقدر تغفر طب ليه الناس دي بتغفر ما سألتش نفسك مرة ليه الناس دي بتغفر ليه الناس دي بتصلي من أجل الناس اللي أتلوهم وعيروهم وقالوا عليهم كل كلمة شريرة من أجل اسم المسيح أنا عايز أقول لك هما شايفين حاجة أنت مش شايفها هما شايفين حاجة اسمها الرجاء اسمها العلاقة بالله اسمها الشفافية في العلاقة مع المسيح هما شايفين المسيح في الظروف الصعبة دي وقفت معاهم هما حاسين بتعزيات حاجة اسمها روح القدس أنت تفتقدها التعزيات الروح القدس ده هي بتيجي الإنسان بيكون قلبه مجروح ومسحوق وبينزف بيجي التعزيات الروح القدس كده بتلمس القلب المجروح ده هو وتشفيه أنت محتاج ده هو أنت كم مرة تحطط في مواقف صعبة في حياتك ومش قادر تغفر حاجات بسيطة تخيل يا أسيس أن في ناس في أمور بسيطة في حياتها مش قادرين يغفروا واحد أزاني في الشجل واحد أخذ مراثي واحد مش عارفة إيه تخيل أما واحد ينتزعه منه طفله ابنه ده حاجة صعبة أما الإرهاب يمدي إيده ويقتل اليوم العالم بهيج ويموج إذا واحد قتل أطفال قتل طفل ويموج إذا واحد اغتصب طفلي عمرها ست سنين سبعة تمانية تسعة إلى آخر يعني الدنيا كلها غريب أن هذه الأحداث في مصر لا يرى العالم عن بهيج لأن في ميكالين ميكالين بيكيل بيهم الناس مش مهم لو واحد مسيحي مات إيه المشكلة لأنه هو يعني كافر وهيروح النار طيب إنت إزاي إنت عندك القابلية أنك أنت تتاح وتسلب إنسان حياته يعني كل إنسان عنده حق في الحياة بغض النظر عن معتقد وعن إيمان وعن أي شيء أنت ليك حق في الحياة الحق ده الوحيد اللي يدهو لك هو الله والوحيد اللي ياخده منك هو الله برضو إزاي أنت بتدي نفسك الحق أنك أنت تكون واقف مكان ربنا وتسحى بالحق ده من إنسان بيكون معاك في نفس الوطن يعني زميلك في الأرض أو في الوطن أو في الشغل أو إزاي أنا بيبقى عندي الإمكانية أن أنا أخذ هذا الحق من الآخر وبعدين أنا دلوقتي بفكر في هذا الإنسان الإرهابي هل ده عنده سلام؟ هل ده عنده سلام؟ الإنسان الذي يعني ينضح بسهل الضمير بيتخدر هو ما عنده سلام بس إذا الضمير مخدر يعني أو بالأحرامية الضمير ما بتفرقش معاه قاتل ما قاتلش ما بتفرقش يعني زي واحد مثلا بيقتل حتى في الحرب مثلا بعد فترة القاتل بيكون شيء طبيعي وشيء عادي بالنسبة لأنه الضمير الضمير مات بس أنا حبيت الفكرة اللي ذكرتها بالنسبة للمسيحي إنه في شيء أكتر من هذه الحياة إنه المسيحي عنده رجاء وعارف إنه إذا غمض عين وفتح رح يكون في السماء في الأبدية الشخص اللي بيقتل ما عندهش الرجاء لأنه لازم يقتل عشان يكفل يعني هو بيفكر إنه هي حسنة بيقوم فيها إنه بيدخل على الجنة صححين إذا أنا غلطة كلام بتاعك مزبوط 100% وعلشان كده القرآن نفسه فيه آيات بتحض على القتال وفيه آيات بتحض على الحرب وعلشان كده المسلم لو تحط في نفس الموقف اللي بتحط فيه المسيحي لا يمكن هيطلع منه ردة الفعل ده هيط لا يمكن هيجي يصلي من أجل اللي أتل أولاده أو أتل مراته أو أتل أمه لا يمكن ليه لأن الإناء ينضح بما فيه الإنسان فقد الشيء لا يعطي بيطلع اللي جواه والرسول يحن بيتكلم يعني من يبغد أخاه فهو قاتل نفس ومن لا يحب الله الذي لا يرى فهو في الظلم والظلم أعمت عيني فإذا واضح أن الفكرة بيبتدي من القلب من القلب تخرج الأفكار الشريرة أنا نفسي الناس يعني هاي انت اللي بتشوفني اليوم نفسي من كل قلبي اقرأ الانجيل في انجيل متى مرقص لوقة يحن هي أربع بشائر انجيل واحد انجيل مقدس اقرأ اقرأ سيرة حياة المسيح إذا قرأت ولا أي ديان ولا أي عقيد رح تتبعها إلا تتبع الرب يسوع المسيح وهذا التحدي لألك لأنه فعلا تعليم عجيب شخصية المسيح أنا بدي أتبعها لأنه هو قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه كان سيد الأحداث ما كانش يعني خايف من موت ومن دي قتله وكذا كان عارف كل إشي يعني فعلا أنا بدي أتبع هذا الشخص اللي أحبني لدرجة الموت المسيح بيغير من الداخل إلى الخير المسيح قالك كلام دهوت في الإنجيل يعني فيه مثلا آية أفضل من المعلم ولا عبد أفضل من سيده لأنه المسيح نفسه بيكلم كده بيقول للتلاميذ أنا ما تفتكروش أنه كنت فيه تلميذ أفضل من المعلم ولا عبد أفضل من السيد وإذا كان السيد الطهد إذا كان السيد نفسه يتعمل فيه في وقت مكان موجود على الأرض كم بالحري هيحصل معكم وعشان كده المسيح حذر الأدباع قال لهم مثلا قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وسيفعلون هذا بكم لأنهم لا يعرفوا الآب ولا يعرفوني وده اللي بيحصل دلوقتي لا يعرفوا الآب ولا يعرفوا المسيح ولكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني قلت لكم وهذا إيرانية اللي حكيت عنها تؤمن بيسوع المسيح نحن نتبع يسوع واخترشا يسوع غفر يعني لصالبيه وهو على الصليب وطلب من الآب أن يغفر لأنهم لا يدرون ماذا يعملون استفانوس وهن عم بيرجموا فيه بقولهن لا تقم لهم هذه الخطية بولوس اللي قطع رأسه بيتكلم عن الغفران والمسامحة بوتروس اللي صلب بالمقلوب بيتكلم عن الغفران والمسامحة وهكذا الرسل الأطهار وهكذا نمت الرسال تعرف خلينا نرجع شوي لورا خلينا نحكي عن أنه الاتهاض في الكنيسة الأولى كيف يعني كيف نمى هذا الاتهاض كيف تعمل الاتهاض زي ما حيك قلت كده هو أن ابتدى باستفانوس أول شهيد في المسيحية هو استفانوس يتكلم عليه في سفر أعمال الرسل رجم استفانوس في الإصحاح السابع في سفر أعمال الرسل أي حد ممكن يرجع لسفر أعمال الرسل ويقرأ رجم استفانوس لكن أنا هقرأ حتة صغيرة قوي من آخر إصحاح سبعة من آية 54 بيقول فلما سمعوا هذا حمقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم علي وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلق من روح القدس فرأى مجد الله أنا عايزة وأنا بأتكلم وأنا بأخذ الآيات ده هيتها علق تعليق بسيط ليه إحنا بنشوف الناس بيحصل لها كده يعني شوف الصورة ده هيت اللي أنا بقراها دلوقتي من أعمال الرسل وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلق من روح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين يعني واحد منتهى السلام منتهى الفرح بيشوف مجد سماني والحجار عم تنهال عليه وهم عمالين يرجموا فيه ده بالضبط نفس المنظر بيشوفه ساعة كانوا بيتبحوا الشهداء بتوع ليبيا بيبصوا للرب وشايفين حاجة التانيين مش شايفينها واخد ذلك وبعدين يقول إيه ها أنا أنظر السماوات فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة ابن الإنسان قائما عن يمين الله فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوا خارج المدينة ورجموا يعني هجموا عليه ورحهم مخدين ورجمينه لإيه لأنه هو شاف منظر سماوي الله كان بيكلمه بشكل واضح وهم رحهم رجمينه ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل بالضبط ودي يعني ربنا بيحول اللعنة لبركة إزاي إزاي ربنا بيخرج من هذا الموقف الصعب المرير المدمي الموجع إن واحد في عز شبابه بيحب ربنا بشكل دوت ويتاخد يترجم منتع القصوة اللي عمله بيحول اللعنة إلى بركة يعني إيه بيطلع من هزي السيناريو ده سيناريو تاني خالص سيناريو تاني موجود في عمال الرسل الإصحاح التامن ده إصحاح السبع الإصحاح التامن على طول يقول إيه فتشتت الجميع في كورة اليهودية والسامرة اتشتتوا كانت الشرارة اللي انتشار الكنيسة على النقيد ايه بالضبط أما حصل كده الناس هربت من المكان فحصل إيه فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة فانحضر في لوبوس إلى مدينة السامرة وكانا يكرز لهم المسيح فبالتالي انتشر الإنجيل الناس أكتر عرفت الإنجيل يعني هو شيء يعني مش غريب بدك وهنا الكلام يعني مضحك نوعا ما انه للإرهابيين احنا بنتكلم انت عاوز انت بتفكر عن بتخلص على المسيحية بدك بدك المسيحية تزيد انت أقتل مسيحي ورح تشوف الانتشار وهذا من أول الكنيسة لليوم بالعكس انه كان يزيد الكنيسة إصرار لكن وانت الكنيسة بتضعف زي مثلا شافين بالغرب لما بتبتد المسايرة والمساومة اليوم انت عارفة اليوم يفرروني فيديو واحد يمثل شخصية المسيح يحكي كلام وانعارف انه لو انتقد مش النبي محمد او الرسول او انتقد حتى واحد من مسلم رح يتبحوه انا عارف بقول طب شو اللي خلي هذا يتكلم المبادئ المسيحية حرية الرأي التعبير الكلام حرية الصحافة كل واحد يتكلم حر ما يريد ان يتكلم عارف انه رح يتكلم ولا في واحد مسيحي في الغرب رح يمسك المسدس ويتخه لكن ما بيقدرش يمس بيقدرش يمس طرف حد تاني لو بس جاب الطرف وهذا اندل على شيء الهنا عظيم الهنا قوي انا مش محتاج انه ادافع عنه هو بدافع عن حاله وانا انمت يعني عند الرب هاي ابسط شيء اللي حقيقة بتكلم عليه انتقاد المسلم ده شيء يعني مأسوي يعني يا ما ناس تحطوا اتقتلوا زي فرق فودة ما تقتل بسبب كتاب نزله بسبب حرية تعبير يا ما ناس اتحل دمهم بسبب انهم قالوا كلمة او كتبوا حاجة او زي بتوع الكاريكاتير بتوع فرنسا ما هو اتحل دمهم يعني تفضلوا وراهم محاولات الاغتيال ليه لانه انتقد شيء اسلام يعني انتقد محمد او انتقد القرآن او انتقد او انتقد او انتقد اي انتقد في هذه الدائرة اللي هم حطينها وحطين حواليها الهالة ممنوع الاختراب بيقتل هذا الشخص مباشرة او بيحل دمه طب ليه يعني المسيحية انتقد مرعبين يعني هو بينما بيستخدم الرعب والارهاب مرعبين عاوز يأكد على الجنة لكن احنا بنعرف الشخص اللي بيقتل القاتل بيكون يعني في قلب وقع جهنم يعني هذا ما فيش بكل محبة بكل امان اللي بتكلم مش بس من ناحية مسيحية حتى العالم يعني انا الغريب كنت بتابع الاخبار المصرية حتى السيكلر يعني الميديا العلمانية ولكده عم بتهاجم كل الاشياء وقالوا لا هاي جماعة بس يعني متعصبين متشددين ففي شخص قال لا ارجعوا للنصوص ارجعوا للكده مش كده يعني بنوهم انفسنا لما الانسان بيبتدي يواجه نفسه وبحب الحق يحب الحق وهذا السر يحب الحق لازم يواجه نفسه طيب بما انه قلتلنا بقى على موضوع الناس اللي بيقولوا لا دي جماعات ارهابية ما لهاش علاقة بالاسلام نشوف القرآن بقى هما دايما دايما بيقولوا الكلام ده هوت ده هوت مالوش اي علاقة بالمسلمين ده جماعات متطرفة وا 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 طب ما نشوف التطرف ده جابون الجماعات دي من فين عندنا ايات جوة القرآن زي قاتلوهم حتى لا تكون فتنة موجودة في سورة البقرة قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل سورة الانفال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمن يعني ربنا بيشفي الصدور الناس المغلولة بأنه هما يقتلوا هاك كلمة قوية شوف الآية صورة التوبة يعني زي كأنه بستمتع بالقتل ده شوفنا الأحبة في مصر عم بيسامح وعم بيغفره إلا إلا يعني إلا أنا مش هقول كل الآيات طبعا لأن الآيات اللي موجودة في القرآن بتتكلم على القتل حاجة وتسعين آية لكن أنا يعني أخدت كده مقتطفات بسيطة من الآيات واقتلوهم حيث ثقفتموهم بس أنا هرجع تاني لصورة التوبة اللي هي بتقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصوركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنون أو مؤمنين سوري الآية دي بتكلم أن العلاج للغل والكره أن أنا أقتل العلاج الإلهي اللي موجود جوه القرآن للغل والكره هو أني أقتل طب إزاي الناس اللي بتقتل لازالت مغلولة وجواها كم من الكره والحقد والكراهية ليه صدورهم لم تشفى بسبب الرشدة اللي عملها إله الإسلام في سورة التوبة آية 14 الحاجة الوحيدة اللي ممكن تشفى الإنسان اللي جوه غل وحقد وكراهية ومرارة هي دخول المسيح إلى قلب يعني يدخل المسيح لقلب يعني المسيح يجي يسكن جوه قلبك إزاي يسكن جوه قلبك إن أنا أقوله يا رب من فضلك أنا مش قادر أتشفي أنا موجوع أنا جوه غل أنا مش قادر أتحكم في نفسي يا رب تعال تعال غير إلا أنا مش قادر أغيره أنت تقدر أنا ما أقدرش المسيح الوحيد اللي عنده الإمكانية إنه هو يغيرك المسيح الوحيد اللي ده تعاليم يقول أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم صلوا للذين يسيون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات ما سمعناهاش في أي فلسفة ولا أي ديانة ولا أي مكان الوحيد اللي عنده القدرة على تغيير الإنسان داخليا هو المسيح والاختبار المسيحي يشهد عن ذلك يعني حديث بتكلم على ناس أو قابلت ناس وأنا طبعا من خلفها إسلامية وحصل معايا ده شخصيا وقابلت ناس كتيرة في حياتي المسيحية لقيت أن الحاجة الأساسية اللي بتخلي الناس تقبل عمل المسيح هي الاختبارات والتغيرات الحقيقية من قبل ما يبتدي أنه هو يقرأ كتاب المقدس ولا يدرسه ولا ولا تعامل الله مع قلبه وتغييره وانتلاك السلام الذي يفتقده على حياته هو ده الحاجة الأساسية اللي بتديها المسيح ولا يعرف يديها أي حد تاني أعمل بقى صلي صوم أعمل زكاية روح حج ما فيه أثبت أنه فيه ناس اليهود والمسيحيين عملوها كتير وما قدروش فهو أنت بتجيني بعد أكم قرر تقول لي طبعا ده اللي احنا كنا منعمله أكتر بمئة مرة ومش عم بقدر أنفزه فإذن يعني طريقة يسوع المسيح والغريب أنا بقول أنه ليه يمنع الكتاب المقدس في دخول بعض الدول ليه ما بيقرأ تعليم المسيح يعني ما معنى بيقبلوا كتب الحاد وكتب جنس وكتب كله مع هذا الكتاب المقدس ليه ليه هذا الرعب والخوف من المسيح فعلا طب أنا رح يعني أقرأ آية كتب أقرأه ونحكي عن الموضوع في يحنى 3 آية 19 وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنا بالله معمولة فعلا فعلا اللي بحب الحق واللي بحب النور ديكون كل شيء واضح اللي بيكره يعني أعماله واضحة مش أعمال الله أعمال الشيطان رح نرجع لسؤال كتير مهم أنت حكيت عن رد فعلة المسلمين تجاه الانتقاد نعاوز أوجه سؤال بعد هذا الفاصل عن ردود الأفعال اللي كم الهائل من القتل والعنف والاضطهاد الموجه للمسيحيين مش بس اليوم على مر العصور فكري في هذا السؤال ونرجع بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا أعزائي المشاهدين ما زلنا نواصل حديثنا عن الكنيسة المضطهدة ورد فعل رد فعل الكنيسة تجاه هذا الأمر تفضل أخت رشا أنا كنت بكلم على الآيات الموجودة في القرآن اللي بتحض المسلمين على القتل والعنف المفروض أن الدين ده يبقى هداية مش أداة اضطهاد لكل المخلفين أنا عايزة أنهي بس النقطة ده هيت بآية آية حاسة أن الآية ده هيت قوية جدا وزا ما تكون بتحط المسئولية كاملة على إله القرآن أنه هو سبب في كل العنف الذي يحدث هذا إله القرآن في إله القرآن المسلم يرمي بلعب على إله القرآن يقول ربنا هو الأل كده الآية موجودة في سورة الأنفال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يبقى مش المسلم اللي بيقتل يعني هو بيقولك إيه أنا بقتل لكن ربنا هو فعليا الله اللي قتل ربنا اللي قتل ربنا اللي قتل وبعدين بيقول إيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ربنا هو اللي بيرمي الأسهم وبيرمي القنابل وبيرمي المتفجرات والرصاص على الناس الأبرياء ده ربنا هو اللي واقف يعني ضد الناس الأبرياء ده هم مع الإرهابيين فهو بيلقي كل دهوت على عاطق الله وبيطلع منها كده زي شعرة من العجين ودي طبعا صورة مخزية 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 جدا أن أنا أعبد إله بهذه الدموية إزاي أنا ممكن أنا أعبد إله بهذه الدموية وده بيرجعني لفكري قبل ما أعرف المسيح أنا للأسف ما فكرتش في ده يعني وانا مسلمة أنا ما فكرتش ولا لحظة إن ربنا بهذه الدموية أنا كنت بفتكر إنه آه ده بيحارب الكفار بتوح قريش وإنه رحم بالعكس يعني بأكبرها رحمة وبأكبرها إحسان تجاه الشخص الآخر إحسان إزاي 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 كان هو بينهي حياته أنا بكلم صديق بقول لي يعني طب إنه إحنا يعني مثلا مصر في واحد اسمه مرقص دخل وبشر في مصر كان فيها عبادات وثنية ومصر أجدت لا المسيح لا سيف ولا دم ولا نقطة والكلا طيب فبقول لي لا ما هو من رحمة الإسلام النفات أعطاهم الخيار يختار إما السيف أو الإسلام أو دفع الجزية أنت بحال ما بتعطين اختيار معناته معاتش يعني أنت بتبعت إمام أنه يئم الشعب أو أنه يخبر الشعب بالأخبار الحلوة الخلاص ولا أنت بتبعت جيش معناته صارت حركة سياسية وصار في فتوح سياسي صار في غزو سياسي وانت عم تجبر الناس يعني أنا يعني إذا اخترت أنا أنه أكون مسيح وأقتل أو إذا من معاي شوية فلوس أوكي بتفعل الجزية طيب وأنا فقير يعني الفقير يقتل والغني يستثنى يعني ما بتدخلش المخ يعني المسيحي انتشرت عن طريق الموت ناس ماتت من أجل المسيح واتغيرت شعوب أكملها إسلام انتشر وهذا ما درسته أنا مش بتكلم مثلا انتقادا هذا اللي درسته أنا في حتى وإحنا من دروس التاريخ الإسلامي بسموها فتوحات طيب أنت فت على شعب ما استقبلكش في الزهور وفي الأغصان برحب فيك أنت بالقوة فت على هذا البلد مثل فلسطين مثلا أنا اللي أجيت منها فلسطين يعني اليوم مثلا بالعكس حرية التعبير أين الحرية هاي النقطة المهمة اللي أبدأ أحكيها الإسلام ما ينفعش أننا نقول أنه هو دي فتوحات إسلامية ودي أنا بكتبس اللي تعلمنا يعني دي ما اسمهاش فتوحات ده اسمها غزو طبعا وقمعة و لو كان الإسلام حركة سياسية كنت احترمته زي ما مثلا جيه الفرنسويين جم أخدوا مثلا بلاد زي مثلا شمال أفريقيا ويحتلوا مصر بعض الأوقات أو الإنجليز أو لكن ما أنت تحط شعار الدين حول هذا الغزو يبقى مع السلامة أنت ودينك تاني حاجة لو أنا دلوقتي في مصر مثلا قبلت الإسلام وده كلام قاله سيد القمني بنفس الكيفية ده لو أنا في مصر جالي واحد مسلم قدم لنا البشارة الإسلامية والمسلمي النس في مصر أسلموا وشكروا ربنا قالك شكرا قوي أنت جبت لنا ديانة الحق وأسلموا ليه بقى أنت جاي تستعبدهم وتبعت لهم حاكم من الأستانة علشان يحكمهم أنا مش فهمة يعني أنت جاي تستعبد شعب ولا جاي تقدم له دين إحنا نحكم نفسنا إحنا نحكم نفسنا لكن هذا لم يحدث تماما بل استعبد الشعب كل الشعوب اللي دخلت عليها جاء عليها الإسلام استعبدها وأنا عندي دراسة لما حدث في أفغانستين وحدث في الهند من جرائم شنعاء في الهند وفاكستان عن دول الشرق الأوسط بس دول آسيا بتهيأ لي ممكن موضوع آخر أنا عايز أقول حاجة بسيطة ممكن نتناوله مرة تانية آيوة طبعا بس احكي جملة مختصرة أنا هجيب هقول كلمة مختصرة على الموضوع دهوت مع أن أنا كنت قلت إحنا أكيد ممكن نحن نتطرق إليه في حلقة تانية لكن حاجة بسيطة قوي من اللي حصل أن ساعة ما دخل الإسلام على الهند كانت عدد سكان الهند ستمائة مليون نسمة بعد ما قاعد الإسلام في الهند انخفض تعداد السكان إلى متين مليون فقط يعني المسلمين قتلوا ربعمائة مليون نسمة في الهند لكن هل هاي الأشياء موثقة موثقة طبعا وموثقة تاريخ فرشتة وممكن أنا بعد كده أدي لك المراجع حديك تحطها على الحلقة اللي عايز يدخل يتفرج على الكلام ده بنفسه ودي وصم تعار في تاريخ الإسلامي إزاي ينتشر في الهند وإزاي ينتشر أيضا في حتة زي أفغانستان أما دخل في بلد اسمها هندوكوش وزبح كل الزكور حوالي ألف سنة ألف وزبح كل الزكور الموجودة في البلد لدرجة أنهم سمعوا هندوكوش يعني مسبحة الهندوز فتخيل أما يبقى أنا تقول لي ده دين السماحة ودين السلام وإحنا بنقدم لكم الإسلام علشان أنتم كنتوا بتعبدوا عبادات وسانية أو كنتوا مسيحيين وإحنا لا نؤمن بالمسيحية وجايين يقتلوا طب أنت بتقتل الزكور وتستعبد الإناث والأطفال وتقول لي دين يعني أنت لو كنت لو كنت مجرد هجوم على لو كنت يعني حاطت شعار سياسي أنا أحترمك ماشي أنت زيك زي أي واحد غازي محتل لكن تخط شعار ديني تغلفه بالدين هي دي المأساة خلينا أخد مكالمتين واخترشهم نرجع هيك قبل الفترة الأخيرة نحكي عن الموضوع اللي نستكمله خلينا أخد مكالمة من الأخ مجدي أهلا وسهلا أخ مجدي انت معانا على الهوى أخ مجدي انت معانا على الهوى تفضل طيب خلينا أخد المكالمة من أبو مهند من الأردن أهلا وسهلا أبو مهند انت معانا على الهوى تفضل أبو مهند مساء الخير مساء الخيرات أهلا أبو مهند أتكلم الآن معك من مدشيغان في فلند أهلا وسهلا انت يعني احنا من زمان ما سمعنا منك أبو مهند كيف أخبارك ما أولا أنه كنت بسغول وتوصلت وارتحت ويعني لذا قريبا شهر في مدينة فلند في مدشيغان أن أقول أم مهند أهلا أهلا ربني باركك أنت أم مهند تفضل أبو مهند تحية محبة للأفترشة وتحية إقرام وإجلال وتقدير لحبيبي نزار شهين شكرا أبو مهند كلمة بسيطة كلمة بسيطة أقولها قال المسيح من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني هكذا منذ البداية حتى يأتي الملك السلام ويعم السلام في هذا البلد وفي كل البلاد أمين حتى يأتي هذا الملك نحن ننتظر ونحن دائما في طهاد في طهاد مقادين لأن المسيح قال مثلما عاملوني سيعاملونكم ومثلما اتخذوني سيطهدونكم حتى يأتي ملك الملك أمين وشكرا شكرا جزيلا الحمد لله على سلامتك يا أبو مهند وسلامي لكل الأسرة ربني باركك أبو مهند من زمان ما سمعنا من أخت رشا حبيبنا دائما بيتصل أبو مهند أنا سألت عن ردة الفعل إحنا يعني الوقت عم بيأخذنا فأدخل في الموضوع أخت رشا ردة الفعل بالنسبة للمسيحيين هي ردود أفعال الكتاب المقدس إزاي ردد فعل أو ردود أفعال الكنيسة على مر التاريخ هي هي زي ما حصل في الكنيسة الأولى في رجم استفانوس وجاستن أو المارتر أو الشهيد وحصل بعد كده هوت فيه انتشار المسيحية في أنحاء المسكونة إلى أواخر ما انتشرت الكنيسة انتشرت المسيحية في الصين يعني مثلا عندك انتشار المسيحية في الصين كانت يعني أنا بشجع كل واحد أنه هو يقرأ كتاب الرجل السماوي موجود على قناة الويب سايت بتاع قناة الحياة نازل كتاب إزاي انتشرت مسيحية في بلد شعية فبتنتشر بالإيه بتنتشر بالألم بتنتشر بالاضطهاد بتنتشر بالأمور ده لكن إزاي الناس ده هي تردود أفعالها كده هو نتيجة العلاقة الشخصية ما بينها وذكرت عنها طبعا والتسامح طيب رجع الأخ مجدي أهلا وسهلا أخ مجدي تفضل أهلا بك جنال الأساس أهلا أهلا تفضل حبيبي قبل سالة صغيرة نفسي أقولها للقلوب المجروحة أنا قابلت راجل مرسل أنا لفيت كل العالم لكن قال مطرح ما لقيت مؤمنين حقيقين أنا لقيت اضغاد ف دي الشال لعلها إنها تعصد قليلا القلوب النازفة في مصر لكن سليني أقول حاجة كمان للناس اللي هما ارتكبوا هذه الجريمة البشعة مش في حق المسيحية في مصر ومش في حق مصر كشعب مش في حق الإنسانية لكن أنا عايز أقول لهم أنتوا ارتكبتوها في حق للخلق على أي حال هما ليهم هدف طبعا ولكن هدفهم بيتحق بنتيجة عقصية الكتاب المؤدس نفسه قال حسنا أذلوهم هكذا لموا وامتدوا خلينا أقولي وياريت الناس الإرهابيين يكون بتوصل لهم الرسالة وأنا مش أجيب كلام من عندي أجيب كلام من قناة الدسيرة من أكتر من سنتين لما طلعت وقالت أن عدد المتنصرين الموجودين في مصر حاليا أكتر من عدد المسيحين مرسون فلما يكون عدد المسيحين دلوقتي وده أكتر من سنتين خلي حساباتهم يريد تكون حسابات دقيقة لكن عايز أقول لما يفتح النار على واحد على أوتوبيس مش عارف مين إذا فيه زيارة المكان لما يأتي الأطفال ردع لما يضرب ناس عزل من كل سلاح لما ينوت ناس لأهنوا ولأساء لعقدته لما يكونوا الناس دول بوسط الفضيل إلى أبعد ما تكون البساطة التحليل الوحيد المنصف في هذا الأمر أن هذا الشخص في غاية الجبن وما يؤمن به لا يؤمن به إلا الشيطان الذي يقتل الإبرياء ونفسي أسأل ضمير كل مسلم بيسمعني هل في الموزيين حد سمع أو شاف حاجة هل في أوساط الموزيين أو الوسانيين بيجرأ اللي جرى دهوه هل الناس اللي بيعجدوا الجموثة في الهند بيعملوا زي اللي بيعملوه المسلمين ما بيعملوش إذا في أي عقيدة ستكون عقيدة المسلم نفسي إن المسلم اللي سكين تتعصر سرقا يفوق للحقيقة أنا لي صديق بيدرس لغة عربية في الجيش الأمريكاني سأل جندي قال له لو طلع عليك واحد مدني ممكن تقتله قال له لو مدني يقتلني وأنا مقتلهوش شوف المبادئ وشوف الأخلاق وقارن بهوى باللي بيعملوه في مصر وبيعملوه في غير مصر لعل الغسالة دية فالرب يستخدمها وزي ما قال الكتاب لكي يستخدمكم من فخ إبليس الذي قد اختلاثهم لإرادته رب يبارككم شكرا ربني باركك أخ مجدي طبعا نحن الكتاب المقدس بعلمنا إنه هذا القتل هو من صفة إبليس كان ذاك قتالا منذ البدء الصارق يعني الإرهابي هيك معناها الإرهابي لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويقولك هذا اللي شفناه في داعش واللي شفناه بالأول الأخير خطراش نحن في عنا ثلاث دقائق أنا عارف إنه في موضوع كبير شو الرسالة اللي حابت وصلها شفنا ردة فعل المسلم ردة فعل المسيحي بس شو اللي هيك في قلبك أنت من مصر ومن خلفية إسلامية وبتشوف الأحداث شو هي الرسالة اللي عاوزة توصلها أنا نفسي إن أوجه الرسالة لأهلي القريبي الأصدقائي لكل واحد مسلم ولكل واحدة مسلمة يفسي النهاردة تستفيق من الكتبة الكبيرة اللي مش بتجيب غير الغل والكراهية والعداوة والقتل تستفيق وتسأل ربنا إنه هو يحررك من القيود الشيطانية دهية أنا أسفة إن أنا أقول كده لكن أنا نفسي كنت بحس بكده هوت وانا بقرأ القرآن أرجوك اقرأ كتاب المقدس سيب ربنا يتدخل في حياتك يملاك بالسلام يلمس قلبك يغير فكرك سيب ربنا يتعامل معاك ولا ترفضه أرجوك أرجوك اطلب من ربنا إنه يفتح عينيك قل له يا رب افتح عيني أنا عايز أعرف إنت مين علشان يحررك من الفخ الكبير اللي اسمه القرآن الفخ الكبير اللي كله أروح شريرة بتدمر الإنسانية جوه الإنسان افتح عينيك افتح عينيك وقول له يا رب افتح عيني ونور دهني ونور قلبي علشان أعرفك أنت مين وعشان أعرف أتبعك وأمشي وراك وتغيرني أنت الوحيد اللي بتغير يا رب وأنا أصلي من أجلك إن ربنا يلمس القلب إن ربنا يفتح الزهن إن ربنا يفتقد حياتك علشان تتنور بمنور معرفة الرب يسوع المسيحة أخد رشا خلينا أخد كمان دقيقة معك إنه يعني شو رأيك أنت لما بتسمعي مثلا بقولك رسالة المسامحة ورسالة المحبة والغفران هاي رسالة ضعف ما بتمشي مع هذا الوضع اللي إحنا عايشين فيه شو ممكن تقولي لهاي الناس؟ هسأل سؤال إيه الأسهل إن الواحد يعمله؟ لو الواحد اتعرض لموقف الصعب في حياته الأسهل إنه هو يعمل رد فعل عنيف؟ أما الأسهل إنه هو يسيطر على أخلاقه ويسيطر على عصبيته وعلى الغل وعلى الديء اللي جواه الرسالة المسيحية هي رسالة سلام والسلام وعدم رد العنيف ده أقوى بكتير لأن المسيح أقولك على حاجة المسيح كان هو الليدر بتاعنا القائد بتاعنا في هذا الأمر المسيح كان يقدر ينزل من العنص صليب ولكنه لم ينزل من العنص صليب حتى يتمم الخلاص لي وليك ولكل البشر وعلشان كده المسيح لم يكن ضعيفا كي يصلب وإنما كان قويا وهذا ما يحدث مع كل واحد بيتعرض لموقف الصعب في حياته من المسيحيين يعني إحنا فيه يمكن نقطة كتير بالبرامج على القنوات يمكن مركز على الفداء على الصلب وموت وقيامة يسوع المسيح لكن مش عم نتكلم عن المسيح الممجد شو عم بيعمل لما منقرأ متى عن يسوع المسيح بسفر رؤية كيف الأحداث لآخر الأيام عم بتتم يعني هون مش واحد ضعيف واحد فعلا ماسك حامل كل الأشياء بكلمة قدرته مين الإنسان وأين بيتجرأ يعني يرفع راسه أمام يسوع المسيح لكن نتكلمنا عن الخلاص لأن الخلاص متاح مفتوح وفعلا يا ما في ناس سامة شوفي غاندة يعني مش مسيحة بس شوفي كيف حرر الهند بدون نقطة دم وبعتقد الناس تعبت على فكرة أنا كنت في العراق وكنت في سوريا والناس تعبت خلاص جبوا لنا إش جديد يعني بدناش هذا العنف والكتير ناس عم بتترك بس للأسف عم بتركوا عم بيروحوا للإلحاد مش عم بيجوا للمسيح ليه لأنه خلاص فكرة الدين صارت الناس تكرهها ربنا يوصل هيا رسالتك يا رشا لكل من يشاهد ولكل من يستمع باسم الرب يسوع وأنا نفسي في اللحظات الأخيرة للبرنامج أن احنا نلفت النظر أن المسيحيين ما عندهمش خنوع لكن المسيحيين عندهم سلف كونترول ضبط نفس ضبط للنفس وهذا الضبط النفس هو اللي بيجيبه الروح القدس الإنسان غير قادر أنه هو يعمل كده لكن الله هو الإله الوحيد اللي يقدر أنه هو يديك الإمكانية أنك تضبط هو بالفعل إنسان الضعيف هو اللي بيقتل ولردت فعله الهجوم والعصبية والهمجية والقتل والعنف لكن الشخص الشجاع النبيل اللي عنده شهامة واللي عنده كرامة أعلى من هاي الأمور بسامح وبيغفر لأنه مدرك أنه رح يكون في يوم من الأيام في أي لحظة رح يكون مع رب يسوع ربنا يباركك أخت رشا شكرا كتير كتير على الموضوع الحلو حبا أصلي من كل قلبي أنه فعلا تباركت من خلال هذا الموضوع مرة تانية أحب أعز كل الأهالي اللي فقدوا الشهداء يعني الدم عم بيتكلم لكن يعني هؤلاء الأمناء اللي فعلا واصلوا إلى آخر لحظة أنا بصلي ربنا يباركنا ونتبع خطوات يسوع آئة المسيح إلى اللقاء والرب يباركك